ونعود استكمالي نشرة أخبار السادسة حيث تستانى في اليوم في القغيرة محدثات وقف إطلاق النار بغزة ويأتي هذا في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حماس قولها إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبها كانت الوكالة الفرنسية قد أشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أن إسرائيل قبلت مبدئيا بنود مقترح حدنة في حربها على قطاع غزة وفي انتظار رد حماس